صباح الخير عليكم المرأة هي بنتي حتى من قلبي المرأة هي أختي الحنان وأمي الثانية النهاردة هنتكلم عن موضوع كبير جدا تخص المرأة هنتكلم عن العنف ضد المرأة أسباب العنف طريقة التخلص من هذه الظاهرة ضد المرأة ومع إعلامية كبيرة جدا طبعا أستاذ حلاني اسماعيل اتفضلي وأستاذتنا أهلا بك أستاذ محمد طويدر أهلا بكل متابعينا على الصحة وجمال من خلال شباب لايف برنامج شباب لايف إحنا زي ما تعودنا وعودناكم معينا إنه بيتناول مواضيع مهمة جدا مواضيع مجتمعية بحتة بحتة فعلا يعني بنتناولها بكل الطرق بنقول الأسباب وبنقول العلاج وبنتواصل من خلال صفحتنا على الفيسبوك شباب لايف مع متابعينا ومشاهدين النهاردة أنا بشرف أن أنا في وجودي مع حضرتك طبعا أستاذ محمد طويدر زي ما نويت قبل كده ولد الإعلامي القادم إن شاء الله وبقوة شكرا النهاردة بنتكلم في موضوع العنف ضد المرأة زي ما أستاذ محمد قال العنف ضد المرأة المرأة هي الأم هي الأخت هي الإبنة هي زي ما نقوله نصف المجتمع أنا أعتقد أني أنا النهاردة من شباب لايف من صحة وجمال أنا بقول هي كل المجتمع المرأة هي بتشيل كل حاجة بتشيل العاطق اللي على الأسرة نفسه لو في أزمة في البيت في أزمة مع زوجها في أزمة هي اللي بتتحمل هو طبعا ليه كل التأدير وكل الاحترام ومش ينفع أنيحنا ننكر حقه خالص هو بس بيشتغل وممكن شغلة واثنين وثلاثة عشان طبعا يتحمل المسؤولية في البيت ولكن هي عليها كل العبء البيت طبعا هي عليها بتودي لولادي أستاذ محمد طبعا إحنا فاهمينه وناس كبار فاهمة بس عايزين نوضح أكتر أو نلقي الدوق على هذه النقاط المهمة المهمة في دور المرأة فأنا بقى يعني إزاي إزاي المرأة مقابل كلها بتحمله ده إزاي يبقى فيه عمف ضدها أنا أريد أن أبدأ بداية المرأة من أول واحد كرم المرأة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كرم المرأة في كتابه الكريم وخلى لها صورة في الكوران الكريم باسمها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أوصانا أننا نعامل المرأة بلين ولطف وهو خير مثل أعلى لنا يعني قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئين المرأة نص المجتمع المرأة لازم جميع المؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وكلنا كأشخاص وأفراد نهتم بالمرأة مش نعنفها يعني أنا ما أتكلم عن العنف العنف بحد ذاته شيء وحش جدا طب إزاي أتعامل مع العنف مع المرأة اللي هي أمي وأختي وبنتي ما ينفعش فالعنف يا أستاذة بين اسم للجوزيين في عنف لفظي في عنف جسدي في عنف نفسي وكل أنواع العنف كل أنواع العنف دي يعني ما فيش نوع بيقلل من النوع طبعا يعني يعني لو لفظي فدجارح بيؤدي إلا موضوع نفسي موضوع اجتماعي موضوع صحي يعني اللفظ نفسه لما يجي يشتمها أو يجي يهن أو يجي يمد إيده عليها أنا مش عارفة إزاي بصراحة بعد ما يهنها ويمد إيده عليها يبقى بيتعامل معاها يعني معاملة طيبة إزاي؟ وإزاي بيكبر ولاده أنه هم يحترموها بعد ما أنت نفسك أهنته بالضبط يعني أنا عايزة أقول حاجة سبحان الله المرأة مثل القرورة يعني أقل حاجة بتكسرها حساسة جدا يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع زوجاته باللين وبالطيب يعني في موقف حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل أعلى عندما غارت سيدة عايشة كسرت الإناء فبصل الصحابة لهم لقد غارت أمكم وابتسم وكان يتصابق معاها يعني كان إيه يجيوا لا تسبقين يا عايشة قمة الجمال وقمة الروعة في التعامل لا أنا عايز أقول موضوع مهم جدا أني دلوقتي أنا بتكلم عن المرأة يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا فأنا بلاحظ أن الموضوع ده مسكوت عنه إزاي مسكوت عنه؟ المرأة بتقابل فيه عنف في البيت فأنا مش عارفة تعمل إيه مش عارفة تعمل إيه مش عارفة تتكلم حد يعني بتبقى كاتمة في نفسها وقاعدة وبتتحمل للصحاب يعني أنا أتمنى أن أنا أناشد جميع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القاوم بالمرأة يبقى فيه صلة التواصل بينك والمرأة وحقوق الإنسان طبعا ما هو عنف المرأة ده انتهاك لحقوق الإنسان طبعا طبعا يعني كمان العنف ده مستقافة يعني العنف ده يعني بنقول سلوك عنيف كل ما يمارس ضد المرأة يعني زي ما قلنا مد الإيد أو شتيمة أو أو كل ده بيحرمها كمان من تمتع بحقوقها الاجتماعية وحقوقها النفسية يعني ممكن تأثر عليها يعني لما مسلا يمد إيده عليها ده الموضوع كبير أو صعب أوي بس مش عارفة إزاي الناس فعلا متغفقة عنه هو مسكوط عنه يعني مسكوط عنه ليه هي مش عارفة تتكلم فبتكبت في قلبها ومش عارفة تتكلم ليه برضو ما ديته حساب لها إنها بتقول لأ أنا بحاجة على البيت لأ أنا مش عايزة أعمل مشكلة قدام الولاد مش عايزة أسبب نفسية الولاد إنها تتأثر يعني برضو هي يعني بيحصل الفعل بيحصل العنف وهي خايفة على الولاد وهي محتاطة بكل اللي بيحصل يعني الشتيمة اللي هتقال دي إيه اللي هترتب بعدها هي كل ده بيدور في دماغها لكن هو لمجر أنه هو أهان إنه هو مد إيده إنه هو إنه هو وكلمة كده عبيرة وخلاص الكارسة فندي من نهودة كل ده بيناعكس على أطفال نفسهم ده حقيقي الطفلة الصغيرة لما بتشوف باباها بيعمل ممت وممتها مثلا بطريقة مش كويسة جدا بيبقى عندها ما هو شوف بتطلع عندها عقدة كمان أي نفسية نفسية كبيرة جدا بتأثر عليها عن مدى كبير يعني أنا بقول دلوقتي الدولة بيدة للمرأة حواءها وإدتها إنها تمرس حواء سياسية وتنزل مجلس الشعب لا حقيقي وتشارك في اتخاذ القرار على فكرة أنا اتعملت في شغلي وفي المجتمع مع السيدة والمرأة الحكمة بتلاقيها عند المرأة الخبر اليقين لأنها سبحان الله ربنا ادها عاطفة فبتشوف الأمور غيرها كنت وبتحل الأمور كلها ولو بتحل المشكلة أنا كراجل بشوفها بقلبها بيروح يحكيها لها أنا الضبطي باخد رأيها في كل حاجة بشاورها وساعات بخليف رأيها لا الاختلاف حاجة صحية طبعا يعني أنا بشاورها وبإذن الله يتفقنا على قرار وفي الأخي بنتفق لحل وسط عشان الحياة بقى سعيدة ولا حد يعيش في حياة كريمة وجو صح عايز أقول كمان يا أستاذ محمد العنف ضد المرأة ده بيقلل من شخصيتها بيضعف كمان بيضعف وبيقلل يمكن في بعض الحالات بيبقى فيه انعدام للشخصية يعني لما هو بيمارس القوة الشخصية عليها والعنف والتلفز بألفاظ بذيئة أو جرحة أو خارجة يعني ده بيقصر على نفسيتها زائد إنه بيضعف من شخصيتها ويمكن بيعني الشخصية بيعني تنعدم تميما طبعا وده بيقصر على الولاد برضو أنا بشوف أي أي رجل بيتعامل بيتعامل مع المرأة قابلين أنا بيعتبر إنه شخصية تقوية جدا القوة الشخصية إنه انت تتعاملها كويسا الإنسان اللي بيتجرد من مراحل الإنسانية وبيتعامل مع زوجته بعنفه ويدربها يدربها شيء صعب جدا أنا عادي أقول له حالك حاجة بمناسبة يعني يدربها لو ضربها هو فعلا ضعيف الشخصية طبعا لأنه لو معرفش يحق القرار معيها بالضبط يعني طالما فكر أنه يمدي إيده عليها يعني مش 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 فاشل في الإخناع لما عندهش حلول بالضبط إنسانية إنه هو يحل بيها وعنده ضعف شخصية طبعا يعني لما هو يكون ضعيف الشخصية ويمدي إيده عليها إنه هو مش قادر يوصل معاه القرار يعني بأسوأ المراحل أنا أستاذ عايزين نتكلم برضو عايزين نحل المشكلة بشكل جزري طب إيه حلها بأسوأ كلنا نحلها أولا لازم مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والمجلس القاومة للمرأة يعملوا دورات تدريبية ويعملوا صلة تواصل بين البيت وبين المجلس القاومة للمرأة نحل المشاكل وندي توعية ما فوقش الجهل أساس أي مشكلة أنا لازم أععد وفهمه إزاي تتعامل مع زوجتك وبنتك وأمك وأختك يعني في دورات تدريبية كمان باتفل من خلال مؤسسات اللي هي المجتمعية توعية للرجل وإنسان فيه بيعملوا دورات تدريب لزاي الحلول الأسرية والمشاكل الأسرية استشارات تسمعك كده تقريبا استشارات أسرية موجود بالفعل نحن عايزين نفعله بالزيادة توعية أكثر فأكثر يعني أنا بقول من أعلى مراتب الصدقة أن أنت لو تعاملت مع زوجتك بلين لو أطعمتها مثلا وتعاملت معها بكل لين وطي ده قمة الرقي طبعا وتؤجر عليه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عملك ويس وديك أجر فجماعة إحنا لازم نشتغل إحنا ضد عنف المرأة طبعا بكل الأشكال لازم نحارب المشكلة دي والظاهرة دي جدا لأن المرأة دي نصف المتنى وعايزة أقول كمان للرجل لو فكرت في أن أنت فعلا تعني في المرأة فأنت تخيل مش بتعنيك هي الوحدة لأن الأثر عليها هي الوحدة لأ ده بيتأثر على الولاد وعلى الناحية النفسية وعلى الاجتماعية كمان والصحية يعني كل حاجة تخيل أنها تتأثر بس من أنت قلت شتيمة أن أنت مدت إيدك أن أنت أهنتها قدامهم طب هو ممكن يجرب أستاذا يعني هو جرب العون تواكسنا الآية مثلا وعمل أميش أنت أنت تبقى نجح جدا إذا خليت زوتك تحبك تبقى إنسان نجح جدا يعني أنا طب إيه هي الأليات أستاذ محمد برضو إهمس فيه دينو إيه الطرق والأليات اللي هو يعمل عشان يبقى ناجح في حياته مع الدينو الحوارة والاحتواء والتعامل معها بلينو واسمعها يعني المرأة بطبعها بتحب تسمع يعني إيه اسمعني إحنا إن شاء الله موضوع المرأة يهمنا جدا ولازم نتكلم فيه بكل صراحة أيها طب فإحنا بقولك اسمعها وتعامل معها بكل لين وكل حب واحتويها إحنا هنختم في دقيقة كده مع السيدة حنان كلمة بقى للمرأة وإنا لو تكلمت عن المرأة أيها نسأقول بيه المرأة والراجل على فكرة هم يعني إيه يعني منظومة واحدة ولينا تسمع كلامهم هو برضو يبقى كويس معيها بعد إذنك يعني يعني فعلا زي أستاذ محمد ما قيل كلمة في أذن الرجل يعني احتوي زوجتك احترمها قدرها اسمع لها إحنا بنحب نسمع بنحب نتكلم عندنا حتة صبر ربنا هتطه فينا لما نسمع تسمعلي هتحل لي مشاكلي مش هيبقى فيه أي مشكلة هتسمعلي وهنحل مع بعض المشكلة ونحتوي ولدنا وإن شاء الله يعني موضوع المرأة الدفعة مهم جدا والعنف ضد المرأة فالرجل والمرأة طرفين لحياة سعيدة إن شاء الله واحتواء لولدنا وحياة كريمة بجد بشكولك أستاذ محمد أنا سعيدة بلقائك نهاردة بلقائي معي وموضوع جميل جدا وموضوع المرأة إن شاء الله أنا بأعيدك وعزاني مشاهدين في حلائات قوة جدا وقضايا تهم المجتمع والمرأة تحاية ليكم